وبعدين يا عصمان قلبي وكلني قوي على أيوب دعيله ربنا يفك كربه وكربانه يا رب بس يعني احنا مش كنا هنا الحوار بتاع أيوب ده من زمان الحوار ايه؟ لا يعني ده أيوب يعني زي أخويا مفيش حاجة مش عارف مش حاسس اللي بتقولي ده وكلمة أخويا دي كمان قلاني لا ما تقلقش وبعدين حوار ابنه ده يعني هو نقصه بشكله هجيب داغه في الاخر الحوار ده والله يا عصمان باكس ده ربنا بيحبه البيت اتخلت عنه مع أول حكم اتصه كنت عايزها تبقى أم ابنه يا شيخة سيبيها ربنا سهلها بقى يا ريت يا رب بقولك ايه؟ ايه؟ استاذ عزة تكلمي داني عنك هو الجده ده مش هجيبها البر ألا زيتي منه الصراحة في المقاس بس موظف محترم وشريكي ايه لعيب في كده؟ بقولك يا عملت ايه في المكان صحيح؟ غير الموضوع قديني حاولنا نصلحها ومنفعش استاذ عزة تقل انه ممكن يجيبلي قرد بضمان مع شوك وقديني ماشي في الإجراءات بتاعك ووزعت الشغل على بقية المجرين لحد بالموسم يخش علينا قد ناس حينا وهو استاذ عزة بيعمل كده لله يعني؟ لا طبعا قمال عشان خاطر عينيك تفضلي يلا روح يشوفيليك حاجة تركبيها وروحي وانا هطلع قابل المحامي المبارئ برا ماشي ولو عوصت اي حاجة بقربني لي ماشي عارض سلاة طب منين عليك ما تنفع ماشي ماشي سلاة اشتركوا في القناة